السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم ده الكارم تيفي اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي فنوجد معكم وصفة زوينة بزاف بالجزر او خيزو اذا فكتجي عبارة عن سلطة دافئة رائعة والديدة والاهم انها كتوجد بسرعة وبمكونات بسيطة ومتوفرة عندكم في البيت اذا فنأخذو خيزو كيف شتو معي هنا عندي 500 جرام عندي نصف كيلو ديال الجزر اللي طبعا غسلتو وقشرتو وغادي نحكوه في الحكاكة الغليضة من الافضل يكون في الغليضة ولا ممكن ديروه حتى في الحكاكة المتوسطة يعني باش يبقى هاللينا ما يدوبش هال الخيز وفاش نطيبوه اذا هنا كيف كتشوفو عندي هاكدا هاد الالة يعني سهلات علي الشغل ففي لحظة هاكدا حطيتو هوا تحكلي كامل في الحكاكة الغليضة سافي هوا واجد باش نحطوه في الطنجرة ونحطوه فوق الناري طيب نشاعل عليه وتشوفو ان شاء الله المكونات اللي غاد ينضيف ليه اذا بنسبل هنا كيف شفتو معي الجزر عدنا خمسمائة خمسمائة جرام يعني نصف كيلو ممكن طبعا انكم تطعفو الكيميو اللي تنقصوها على حسب عدد افراد الاسرة اه ضروري ما غادي نديرو معاه التومة والتومة نديروها شوية كثيرة باش كيجي لديد بزاف وكيجي صحي اذا لنا عندي ثلاثة الفصوص ديالتوم فا غادي نعصرهم بحل هاكدا كاملين ثلاثة الفصوص كبار ديالتوم اه بالنسبة للنار فادرتها اه متوسطة متوسطة ولا اقل شوية من المتوسطة درجو جوج معالق ديال زيت زيتون جوج معالق كبار ديال زيت زيتون يمعن زيت زيتون ممكن انهو يطيب الزيت العادية زيت النباتية درجو الملح تقريبا واحد الملعقة صغيرة ولا اقل شوية درجو كدالك تحميره انتم ملعقة صغيرة ديال تحميره ولا الفلفل الاحمر غادي نكمل بقية التوابل يعني تتبيل للك التواتى مع هاد الجزر غادي ندير واحد شوية ديال الفلفل الاسود ما كان كترش ليبزار درجو صغير درجو صغير كدال غير راس ملعقة من الفلفل الاسود وغادي ندير كدالك الكامون فكيجيزوين بزاف مع الجزر درجو واحد نصف ملعقة صغيرة من الكامون هاد هي التتبيل اللي غا ترافق هاد الجزر اللي عدنا اليوم اذا صافي مبقى الآن غير نخلط المكونات واللي كيبغي الحار يدير شوية الهريسة الهريسة اللي كان هريسة معجونة ولي بحل هاد هاد الفلفل الحارة اللي مطحونة هاد كان وجدها في الدار سبق لي شاركتها معاكم اذا فغير الفلفل الحارة نحطها هاد في واحد البلاطوف شميشة في السرجم ولا في السطح حتى كتنشف مزيان وتقرمش ومن بعد فكنتحن هاد في الميكسور دي العطرية فكتولي عندي بحل هاد هاد زوين ورائعة كتبقى مدة طويلة بزاف ما كتخسرش نهائيا وكنكنوا عارفين انها فعلا حار يعني ما مخلط بحتي شي حاجة اخرى اذا غادي نخلط هاد المكونات كل هاد العناسر اللي درنا هنا هاتو ما كتشوفو حتى كي ندمج لي الجزر مع بقية المكونات وفي هاد الاثناء كنت دير حدايا هكذا الميت طيب يعني باش بسرعة يوجد لينا فاتقريبا كان نخوي الماء كنرويب واحد الكويس ونص تقريبا واحد الكاس ونصف ديال الماء عادي ديال كؤوس الشاي كاس العنبه هاد غير تقريبا يعني انا ما عبرتش الماء كي يجي قريبا يغطي هاداك الجزر وكنغطيه عليه وكنخلي وهي طيب على راح سرعة ما كي ياخدش نهائيا الوقت بسرعة كيوجد لانه غير مرحبا انا ما ياخدش الوقت قريبا واحد ا اه 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 حتى اضع القصبرو مع النوس كيف يجبني اضع القصبرو مع النوس قطعته نقيته قطعته قطعته مرعقة كبيرة اضع المكونات اضع القصبرو مع النوس نضع القصبر مصنع ملعقة عاصر ليمون حامد يضع القصبرو مع النوس مع بعضهم نضفره ونقدم تقصير نقدمه يجب على هذه الشكل و اجعلها يجب على هذه التتبيلة نتذكر مضاق بالحلوات الخيزة والحمودة والحصر الحامود يجب على مضاقات المختلفة و اللده عجيبة فيه ممكن يجب عليها مضاق المريقة فاستغمس ممكن انكم تجعلوا فيه مضاق المريقة نتمنى ان شاء الله يكون أعجبكم في الفيديو لا تنسو الاعجاب والقناة تجعلونا الإعجاب فوقاتر الناس نحن نضغط بالشكل شكل شكل المرض نتمنى يكون اعجبكم فيديو تكونوا سفتموا وإلى عجبكم لا تنسوا كيف لعادة الدعم والقناة تخليوا الإعجاب ديالكم وكذلك تسبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب بشعوروا بالفائدة بإذن الله خليسكم في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة